كلنا شايفين وامتبعين التحديات العالمية اللي مؤثرها بشكل كبير على الاقتصاد العالمي بشكل عام وعلينا في مصر بشكل خاص طبعا بالورقة والألم مؤشرات الأداء المالي وفق البيان الصادر عن وزارة المالية بتقول إنها جيدة دكتور محمد معيط وزير المالية قال إن مؤشرات الأداء المالي المحققة فعليا خلال عام 22-23 جاءت جيدة على ضوء الأجواء العالمية غير المواتية واللي انعكست في ارتفاع أسعار معظم السلع الاستراتيجية الأكثر احتياجا حول العالم نتيجة لزيادة حدة الطرابات سلاسل الإمداد والتوريد وما ترتب عليها من نقص شديد في مستلزمات الانتاج وزيادة أسعار الوقود والسلع الغذائية بمعدلات كبيرة جدا وغير مسبوقة طبعا دكتور معيط أشار إلى أن الوزراء نجحت في خفض العجز إلى 6% من الناتج المحلي بدل من 6-11 العام المالي اللي كان موجود في 2021-2022 ولولا ارتفاع أسعار الفايدة وتغير سعر الصرف والأسعار التضخمية لكانت المعدلات أفضل بكتير تحية البيان بيذكر أرقام كتيرة مش عايز أتكلم عنه السؤال دايما واحنا ما نقدرش نخرج من الأزمة الاقتصادية دي واحنا ما نقدرش نلاقي حلول غير تقليدية هو مسألة الثقة ما بين المواطن اللي عنده دولار على الفكرة يعني يقدر الدولارات اللي موجودة في البيوت مش أقل من 16 إلى 18 مليار دولار واحنا ما نقدرش نجذب الناس دي ونديها ثقة بالفعل في جهازنا المصرفي وإني ما فيش حاجة لها اتصادة لأن شائعات الإخوان إلحقوا الجهاز المصرفي حيبقى زي لبنان مش هتعرف تاخدوا فلوسكم فبقت الناس تاخدوا الفلوس حطهم في البيوت أو بعض الناس ليه وصلنا للمرحلة دي إزاي نقدر نشوف وسائل عديدة من خلالها نجمع دولار ومن خلالها نساعد الدولة المصرية في أنها تخرج من أزمتها لأن الأزمة الأساسية عندنا أزمة العملة الصعبة هو ده الأساس إزاي نقدر نوفر الدولار إزاي نلاقي شغل يمكننا بالفعل من أننا نساهم جنبا إلى جنب مع الدولة المصرية في هذا الإطار معنا أحد رجال الأعمال